في ناس كثيرين عايزين يعرفوا معنى التدوين ومعنى كلمة مدونة فيريت نتكلم عن معنى التدوين وكلمة مدونة نعم طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله مساكم بكل خير موضوع شيء كالعادة الله يسعدك يا رب العالمين يدخلونا في مواضيع جميلة جدا وفعلا طبعا أساس كل حاجة عشان الواحد يتكلم عنها أو يفهمها أو يبحر فيها لابد أن تعرف معناها معنى الشيء وتفرق لأنه ناس كثيرة بتلخبط بين الكتابة والتدوين فما هي الكتابة وما هو التدوين الكتابة طبعا هي عبارة عن كتابات أو خطوط كل ما يكتب يسمى كتابة دي الكتابة بصفة عامة أما التدوين هي عبارة عن حالات إحساسية يعني ممكن تكون أفكار ممكن تكون حاجة صوتية يعني زي تدوين القرآن الكريم صحيح تدوين الحديث يعني من الحالة الصوتية يحول إلى حالة كتابية كتابية في مصحف نعم فالتدوين هو تحويل النص من مشاعر أو صوتي أو حالة معينة أو إحساس داخلي صح يحول إلى كتابة كي يفهمه المتقبل لهذا الشيء جميل فالتدوين هو عبارة عن تعبير هو عبارة عن تلخيص تحويل حاجات معينة مشاعر إلى كتابة مكتوبة فالمدونة تعتبر هي كل ما يكتب يعبر عن شيء بين دفتي كتاب في مكان يحفظ ترجمة نانسي قنقر